في هذه المشرة أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة تضع حالياً مسودة خاصة بقانون الإفلاس لأول مرة في مصر لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الدكتورة عبلة عبداللطيف مستشار الوزير خلال مؤتمر المسئولية الاجتماعية للشركات الذي تنظمه السفارة الهولندية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التجارة والصناعة النهاردة هولندا بتفتح زراعة وبتتكلم خلال برنامج الإنمائي الأمم المتحدة مع وزارة الصناعة المصرية على إزاي نحن بتدي لنشر ثقافة المسئولين المجتمعي أنا أريد أن المسئولين المجتمعيين ينفرض أنها الزراع الموازي لتنمية المجتمع لخدمة الحكومة باعتبار أن أنت نهاردة بتعملي الوين وين سيتيوشن يعني زي ما أنا بيجي أعمل بزنس في البلد دي وبستثمع شغلي وبروج لمنتجي والمجتمع بيشتري هذا المنتج وبيتعامل معاه لي علي واجب أو لي علي دور كخدمة المجتمع وخدمة المجتمع دي تجهت كمان لما بدأت الأيزو تنادي من الجزء من الأيزو هي دور المجتمع اللي بيقوم بيقوم بالمشأة للتقطاع الخاص أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية الانتهاء من الدراسات الفنية من مشروع تحويل زيت الطعام الذي تم استخدامه إلى سولار وأضف أن هذا المشروع يتضمن أن كل لتر زيت مستخدم يقوم المواطن بتسليمه للبقال التمويني يضاف له عائد مدي على البطاقة التموينية يحصل مقابله على سلع غذائية مجانية أعلن حسام العربي وكيل وزارة التموين بأسوان موافقة وزير التموين خالد حنفي على زيادة حصة محافظة أسوان من الدقيق بكمية قدرها سبعون طن سيتم تخصيصها لمخبز قوات الأمن بمدينة أسوان وأشار في تصريح خاص للنهار اليوم إلى أنه بعد زيادة حصة الدقيق سوف ترتفع انتاجية المخبز إلى 108 ألاف رغيف يوميا بتكلفة تبلغ 20 مليار جنيه أعلن اللواء عدل لبيب وزير التنمية المحلية عن البدء في مشروع تشغيل الشباب الذي سيتم تطبيقه بجميع المحافظات وعلى مستوى القرى والنجوع وذلك لمساعدة ودعم الشباب في إقامة مشروعات خدمية وحرفية وانتاجية عن طريق الاستعانة بمراكز التدريب المنتشر بالمحافظات وأكد لبيب دعم اللامركزية بالمحافظات وتطبيقها بشكل صحيح للإسراع في عجلة التنمية أخبار